اهلا بحضراتكم نرجع بقى يعني هذه الحركة وهذه البركة وهذا العمل المهم جدا وقدي ايه فكرة الفرح بتخليك بتتأكد ان ربنا اذلك بهذه المعرفة اذن لك بهذه المعرفة و اذن لك بانك لما عرفت فلزم سلام الله يعني احيانا و احنا بنتكلم كده تأتي هذه العلوين المهمة عفو الخاطر لان حقيقية في وقع العمر حميمية اللقاء و الحقيقة المجردة بتخلنا دايما بنتفاعل بشكل تلقائي و يتنامى الحوار فعرفت فلزم يعني ايه عرفت ايه و انا اجاز بحسب المفعول عرفت ايه عرفت الطريق الى الله عز وجل و اللي عرفت الله عز وجل فلزمت بابه اه 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 يوز حسن و الحديث الكرس اللي كنت بقوله استسقيتك فلم تسقني فيقول العبد و كيف اسقيك و أنت رب العالمين بعظمتك و بجمالك و بكمالك فيقول الله أما علمت أن عبدي فلان استسقاك فلم تسقه أما لو سقيته و لو وجدت ذلك ايه عندي هنرجع سنة معلش عندي عندي اهلي يقولك ايوة شاور ايوة عندي وتسكت كده تقول باللسان يعني أما علمت أن عبدي ايه فلان اه أخي بالك عبدي فلان اه يعني فلان ده اللي في مطروح ولا اللي محتاج وصلة مية ولا اللي محتاج محطة تحلية اه عدد حسنة بفضل الله يعني ده يوصيص حسن معروف عن ده ربنا مهربنا اللي يقول له في الحديث الكرسي أما علمت أن فلان فلان عبدي فلان الله يعني اللقتي ده وصل بمين بالله ده من غير ايه استنقوا سحسن الفقراء دول أو الله هم السادات وهم الأمراء وهم الكبراء ما لذة العيش إلا صحبة الفقراء هم السلاطين والسادات والأمراء الله ليه بأه ليه لأنه تحقق بمعنى الفقر إلى الله هو اعرف نعم إذا عرفت ربك بالغنى عرفت نفسك بالفقر وعرفت ربك بالغنى أصبحت غنيا به يا سلام واستغنت عن كل الدنيا وما فيه يا سلام يبايزا كل واحد محتاج بئر مياه في مطروح أو بئر مياه ارتوازية في المينيا وبانسويف أو أو صلاة الميا الجميلة دية تمام أي حد محتاجها أو محطة التحلية كل الناس دي مش محتاجين كل ده بس دول معروفين دول اللهم صلة بالله رب العالمين دول ربنا عرفهم مش أنا عايز أعرف ربنا مش الحلقة بتقولك أعرف ربنا إزاي طبعا أنا أقولك هو عايز أعرف ربنا أعرفه في دول فأهل الله عز وجل هم السلاطين والسادات والسادات والأمر والأمر ليه ليه خدوا المراتب دي ليه ارتقوا كده ليه ارتقوا الأماكن دي لأن ربنا سبحانه وتعالى رحيم بهم فأنا عاوز أعرف ربنا الرحيم وعايز أعرف رحمة ربنا أسلك رحمة ربنا مع الناسنا الطيبين ودي الإنجاز هو يوس حسن اللي احنا ما بننطلقش فيه لوحدنا لا معنا يوس حسن أحسن وأفضل كوادر فنية على أعلى مستوى وشركة المياه شغالة معنا إشراف وبإشراف من وزارة التضامن الاجتماعي إشراف الجهات الرسمية في الدولة عشان نوفى للناس حياة كريمة المبادرة الرائعة التي أطلقها فخامت والسيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي ربنا يا سادة الخطاة يا رب احنا لازم نروح للناس دي تقول لهم واصلين بالله عز وجل فيه اتصال بينهم ومن ربنا الدعوة ما بتخرج هنا عس حسن بتخرج من القلب بتخرج صافية من القلب يا سلام ما بيشرب كده والله لفت نظري أم من أمهاتنا الطيبين بعد ما وفرنا لها بقري مياه ارتوازية في المينيا وبالسويف بتقول والله بعد كل شربة بندعي لهم بندعي لهم الله شوف اللهجة شوف اللهجة بعد كل شربة مياه بندعي لهم يا سلام ده الدعوة دي بتشمل كل واحد تساهم وشارك اه طبعا وحتى دعا وحتى يعني او ده الكلمة حلوة او ده اللي غيره على الخير ده اللي غيره على الخير فده ده عطاء من ربنا سبحانه وتعالى المعطي فانا عرفت ربنا سبحانه وتعالى انه هو معطي طبعا اعمل ايه اسلك الطريق دلوقتي اجاهد نفسي سيبت بقى من نفسك اللي هي الشحيحة دي اللي بتحب الفلوس وتحب الاموال والكلام ده 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 لا 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 خالص خليك مع مين في التصال الدائم بمين بالله سبحانه وتعالى واقبل على الله عز وجل انا عارف دلوقتي ان كل واحد من السد المشاهدين نفسه امر بالسوق ايو اعطى الله الله اعلم بيعملو ولا بيعملوش يعملو يسكن لا ده حديث نفسه وحديث شيطان يا جلع ايو اعطى الله على التليفون من جيبه وتصال الارقام اللي موجودة على الشاشة دي الناس دي مش صادقة انت مال الصدق نطع ربنا سبحانه وتعالى جاهد نفسك وخالف النفس والشيطان وعصيهما وانهما محضاك النصحف التهمين لا 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 انسى هما ينصحوك بقى نفس الأمر بالسوق يا لا تنصحني بعمل الخير ولا الشيطان اللي هنصحني بعمل الخير الشيطان يعدكم الفقرة ويأمركم بالفحشاء اللي هو البخل والله يعدكم مغفرة منه فضلا فضل ربنا سبحانه وتعالى عظيم بس المين للي انفق للي جاهد نفسه ربنا سبحانه وتعالى قال قد أفلح من زكاها زك نفسك وجاهد نفسك عشان تقبل ربنا سبحانه وتعالى وانت تعرفه حق المعرفة الله لازم كده انت عرفت ربنا سبحانه وتعالى انه رحمن ورحيم طب عملت ايه هل تقربت الى عباد الله عز وجل الذين يعرفهم ربي سبحانه وتعالى ولهم كده مكان سبيشيال دول بقى معرفته انه لو عبدي فلان فلان استسقاك فلم تسقه اما لو سقيته لوجدت ذلك عندي عند مين عند رب العالمين سبحانه وتعالى الحسنة عنده بعشر امثالها ويزيدها بلا عدد ولا حسبان والسيئة بمثلها ومصيرها الى العفو والغفران وباب قبول الصدقات مفتوح الى اخر الزمان ومن اجل عباده سمى نفسه الرحمن وحينما تتحرك تعرف وتدرك ان احنا كلنا فقراء اه يعني حينما تتصور انك تعطي فقير لا انت الفقير وانا الفقير وكلنا فقراء لذلك اهل الله لما يدعو ربنا سبحانه وتعالى بيتصدق انما الصدقات للفقراء انما الصدقات للفقراء ونحن الفقراء فتصدق علينا يا رب العالمين انما الصدقات للفقراء فتصدق علينا برحمتك وبفضلك وبمددك لما نعرف هذا المعنى أعرف أنا هذا المعنى فأتحقق به في نهاية هذه الحلقة أتحقق به أن أعرف أن أنا فقير مع الله الغني فقير فقير فأنت فقير أه والله عرف اللهم يا أساس حسن فيه إنما صدقاته للفقراء ده لم تملك أن ربنا سبحانه وتعالى وقال لك خد رحمتي خد أعطائي خذ 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 يا محمد من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها يعني كما تتصدق أنت وكما تزكي فإن الله يتصدق عليك بالعطاء بالعطاء والرحمة وشتان بينما تتصدق به أنت وبينما يهبه الله لك ما يتصدق الله به عليك كل يعطي على قدره فانظر إلى عطاء ربك سبحانه وتعالى صحب القدر والعظم سبحانه وتعالى يعني إذن ما بعد المعرفة لازم أشتغل أسعى أسعى أنا قلنا عرفت فإيه فلزم خلاص عرفت الطريق فلزم التحقيق عرفت الطريق فلزم التحقيق هي دي رسالة رسالة إيه عرفت الطريق فلزم التحقيق شكرا جزيلا دي رسالة إيه ودائما نلتقي على كل هذا الخير وهذه الحب ورسالة جديدة انتظرونا دائما إلى اللقاء شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم